بعد شوية هو آمن واعتمد هل خلاص يقلص على طول؟ لا ده المسيح قال لسه في حاجات تانية أساسية فمثلا قال للتلاميذ كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عطشانا فسقيتموني كنت عريانا فكساوتموني كنت مريدا فزرتموني كنت مزجونا فأتيتم إلي طب اللي ما يعملش كده قال لهم لا أعرفكم اذهبوا عني يا ملعين الله يعني إذن الإيمان والمعمودية مش كافين إن الواحد يخش الملكوت لا ده السيد المسيح هل كده قال لهم كده لأنكم لم تطعموني فيبقى ما عرفكوش أطعمتموني يعني معناها إن في عمل خير وكلمة إطعام مش المقصود بها فقط الخبز اللي إحنا بنكله إطعام أحيانا واحد محتاج لاهتمام معين واحد مهتاج إن إحنا نسمع لأتعابه ونسمع لمشاكله وجايز ما أنا عرفش نحلها لكن يكفي إن إحنا بنشاركه يبقى دينا له ما نستطيع من مشاركة يعني زي ما بنقول نشارككم الأحزان نشاطركم الأحزان يعني بيحاول يشيل معاه الهم في ناس محتاج لطبطبة بس محتاج واحد يطبطب عليه ولو ما تخافش هانت كلها أمور وتعدي يا ما ما دخلنا في مشاكل كتيرة قبل كده وعدت يا ما ناس خدت المرض ده وربنا أنقذها يا ما ناس دخلت في متاعب كتيرة جدا وربنا أنقذها في ناس عايزة كلمة طبطبة هو ده اللي جعان للطبطبة جعان للحنية جعان للاهتمام جعان لوع عاوزين حد يحتويهم زي ما يلاقي طفل صغير ماشي كده ويقضي طبطب عليه يا سلاة بلوديوليا أخيرا لقيت يقيد حنينة بالطبطب علي وجايز يجي يتكلم كلمة أنا عايز كذا أنا عايز أحد مدايقني في البيت يشتكي أي شكوى أي أن كان نوعها فكلمة جعان وعطشان وعوريان مش مقصود بها فقط الحاجة المادية صحيح جعان ماديا لكن أيضا فيه جعان نفسي محتاج حد يسمعه محتاج حد ياخد باله منه محتاج حد افرض أنه عنده مشكلة في الشغل وأقدر أحلها يبقى ديته الأكل اللي هو محتاجه ماش عارف أحلها أصلي له أضعف الإيمان أو أسأل حد يقدر يساعدنا في حل مشكلته واحد مريض جايز أنا مش دكتور لكن لما روح أزوره جايز أعرف دكتور أخده معايا يروح يزوره وأخد معايا الدوة بعد كده لما الدكتور يقول عليه يبقى أنا زرت المريض بس عملت معا عمل هو محتاجه وأسرته محتاجاه وهكذا كل إنسان كلمة كنت جوعان وعريان وعطشان ومريض وكل الحاجات دي مش بس أمور مادية لكن فيها أمور أخرى ربما تكون أكثر أهمية جدا من الحاجات المادية موسيقى